بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزيزي الدارس أهلا ومرحبا بكم في رحاب الوحدة الخامسة التي تحمل عنوان القيادة واتخاذ القرار في الإدارة التربوية عزيزي الدارس عزيزي المشاهد بعد دراسة هذه الوحدة نتوقع منك أن تكون قادرا على أن تشرح مفهوم القيادة والقيادة التربوية ثانيا تعدد السمات الشخصية للقائد التربوي ثالثا تناقش معنى الأبعاد النوعية للقائد التربوي تميز بين مسؤولية ومهام القائد التربوي ومسؤوليته عن الآخرين تشرح كيفية اتخاذ القرارات الإدارية تعطي أمثلة على المشاكل التي تواجه الإدارة عند اتخاذ القرار أولا نتناول مفهوم القيادة لعل مفهوم القيادة واضح لديك عزيزي المشاهد فالقائد هو المسؤول عن من يليه من العاملين والقائد يحتل الموقع الأول في قيادة أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة عسكرية أو غيرها من المؤسسات ويمكن أن نعرف القيادة بأنها السلوك يظهره القائد أو الفرض المسؤول عن الآخرين عندما يوجه مجموعة من الأفراد للقيام بعمل ماء وتحقيق أهداف محددة فهو يعني القدرة على التأثير في سلوك الآخرين وفي تعريف آخر القدرة على جعل الفرض أن يفعل ما تريده عندما تشاء أن تنفذ عملا ماء بطريقة تريدها ويكون هو أيضا راغبا في الوقت نفسه لعمل ذلك هنا يظهر تساؤل متى تظهر القيادة؟ تظهر القيادة بصورة واضحة وجلية في مجموعة ما تقوم بعمل جماعي مشترك وتحتاج إلى شخص ما يقوم بتنسيق جهود العاملين وتوجيه هؤلاء العاملين والمسؤولية عنهم ومحاسبتهم حتى تتم تحقيق الأهداف المنشودة وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وتنسيق هذه الجهود نجد أن القائد المنطلق من الفوقية أو القوة أو السلطة أو المناورة أو الخداع أو الجاذبية والأهمية الشخصية نجده قد يفشل كثيرا في إتمام تحقيق الجهود لأنه يصاب ببعد من العاملين ويخلق فجوة حقيقية بينه وبين من يعمل تحته ولكننا في الإدارة التربوية نريد أن ينطلق القائد من التعاون من الود من الصداقة من حث العاملين على الممارسة العملية المخلصة التي يكون فيها أسوة ومثلا أعلى ونريد منه أن يتمتع بمحاسبة الذات وممارسة الأدوار المنوطة به بما يحقق الرضا لديه النفسي وفي إطار النظام والمرجعية وبما يحقق تعاون وود وصداقة وحب الآخرين وأيضا تبرز من ذلك عدة تساؤلات عما هي القائد التربوي المثالي والفعال هل هو القائد الملتزم بتوقعات العاملين معه؟ هل هو القائد الذي يلتزم بتوقعات المجتمع المحلي الذي يتعايش معه؟ أم هو الممثل فقط لذاته وقناعته؟ يمكن القول بإيجاز في هذا السياق بأن القيادة تمثل أفضل الوسائل للتفاعل بين الإنسان والمادة والمال والإنسان معروف لديك عزيز الدارس أما المادة نقصد بها جميع المكونات والعناصر الجامدة مثل المباني والأثاث والكتب وجميع المستلزمات الخاصة بالإدارة المدرسية أما المال نقصد به السيولة فالسيولة تختلف عن المادة الجامدة التي يستفاد منها في الإدارة فلابد لي المدير أو القائد لا بد له أن يتفاعل مع هذه الأبعاد الثلاثة تفاعلا متوازنا بحيث يحقق أقصى كفاية من الإنتاجية والمكاسب مع أقل التكاليف الممكنة وضمن الوقت المحدد لتحقيق الهدف وبالتالي فإن القائد التربوي الفعال هو القادر على التعامل مع هذه الأبعاد المذكورة آنفا وأن يجنح أيضا إلى الإنسانية بقدر الإمكان لأن المجال مجال تربوي ويخص الإنسان أولا وأخيرا وأيضا يراعي التوقعات الاجتماعية مع تطوير كل ذلك لبلوغ الكفاية الإنتاجية نتناول في هذا الباب السمات الشخصية للقائد التربوي هناك عدة آراء في هذا الإطار الرأي الأول يرى أن القائد التربوي رجل موهوب يجب أن تتوفر فيه خصال الشخص الموهوب مثل الزكاء والكياسة والمثابرة والنطج العاطفي وهذا المفهوم يتطلب البحث عن هؤلاء الناس وتسلمهم مقاليد القيادة والمسؤولية والزكاء معلوم لديك والكياسة هي نوع من الحكمة والفطمة والمثابرة هي الاجتهاد والانكباب على العمل والنطج العاطفي هو التصرف بعقلانية في الأمور التي تتوقف فيها العاطفة أو تتجلى فيها العاطفة بصورة واضحة فلا ينجرف نحو العاطفة وأيضا لا يكون رجلا جافا مجردا من العواطف أما الرأي الثاني أن بعض العلماء مثل ستو جيدل ومان وباس أجروا كثيرا من البحوث العلمية أكدت على سمات تكررت وارتبطت بالقيادة بمعنى أن القادة الناجحين تكررت فيهم هذه السمات مثل الذكاء الثقة بالنفس المستوى العالي من الطاقة والحيوية التناول الثاني للقائد هو تفسير القيادة في ضوء سلوك الفرد هذا العنوان يوضح أن القيادة مصطلح يشير إلى ممارسة سلوك قيادي في الجماعة بدلا من اعتبارها مزايا وخصال يتفرد بها شخص دون الآخر ويمتلكها شاغل المركز السلطوي المعين وبالتالي فيه من مسابة الحدث الذي لا يكرر أو يتكرر إلا مصادفة فهذا التناول يؤكد على أن القائد متى ما نجح في جماعته فهو يعتبر قائد دون تفصيل للخصال ودون توقع وتنبؤ بهذه الخصال والسؤال المطروح من هذا أو في هذا التناول هل هناك شيء فريد في الطريقة التي يسلق بها القادة الفعالون على سبيل المثال هل هم أكثر ميلا لسلوك دموقراطي منهم إلى سلوك أو توفر توجه سلطوي أو تسلطي يمكن أن نقول فيما تقدم أنه لو أمكن تحديد السلوكيات الرئيسة التي تصنع القيادة أو القائد إذن لأصبح من الميسور تدريب الأفراد تدريب الأفراد ليصبحوا قادة ولكن على الرغم من الدراسات العديدة التي أجريت للربط بين أنماط السلوك وعلاقتها بالقيادة إلا أنها لم توفق تماما في إثبات وجود علاقة مستمرة بين النمط وطريقة سلوك الغائد وأداء الجماعة هذا الكلام عزيز الدارس يعني هل هناك قصال محددة يمكن ترتيبها وبالتالي تدريب الغائد عليها حتى يصبح غائدا أم أن ذلك ضرب من الخيال لأن القيادة تجمع بين الموهبة وتجمع بين العلم وتجمع بين العلم معرفة والتدريب فكل هذه الأمور والأبعاد ينبغي أن تلتغي لكي نوفر قائدا مثاليا فعالا يقوم بالإدارة التربوية وبالتالي لم يتم الوصول إلى تعميم ذلك أي تعميم شروط معينة ومعايير محددة ندرب عليها الناس ووضع ذلك كقاعدة سابتة للتدريب والتدريس عليها التناول الثالث التوفيق بالنمازج السابقة الاحتمالية أي أن كل ذلك نمازج احتمالية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ ولذلك هذا التناول حاول أن يوفق بين هذه النمازج ويستخرج منها نموزجا شاملا عاما أحدث ما في هذه التوافيق التي بني عليها نمازج احتمالية في محاولة التوفيق ولما الشمل التنوع في معطيات البحث العلمي في هذا المجال أولا القاعدة الرئيسة في هذا التناول أن التنبؤ بنجاح القائد هو أكثر تعقيدا من مجرد عزل وتحديد عدد من الخصال أو السلوكيات المفضلة بل من الواضح أن القادة ليسوا جامدين بل يكيفون أسلوبهم ويتغيرون بحسب المواقف وتبعا للمواقف المختلفة التي يتعرضون لها وبالتالي يستحيل وضع قواعد جامدة تحدد القيادي الأمثل وإنما وضعت خطوط عريضة ومبادئ عامة يمكن أن تكون توجه القائد وتوجه الإداري الأول أن يكون في هذا المحيط أو يدور في هذا الإطار أعلّه يصل إلى النقطة المثالية أو المستوى المثالي المطلوب من هذه المبادئ العريضة أولا تمتع القائد بالقوة والحماس والنشاط قوة الشخصية من حيث الصحة النفسية والحسية والجسمانية والقوة لا تعني العنف والتسلط وإنما الشجاعة والثقة في اتخاذ القرار الصليم الصحيح البعيد عن الإجحاف والظلم والتعدي على كرامة الآخرين وإنصاف كل عامل كل الإنصاف إذا كان مجيدا لعمله أو مغصرا فيه والصحة الجسمانية تعين على النشاط الدافق المستمر والحماس لآداء العمل على أكمل وجه اثنين من المبادئ العامة والخطوط العريضة تمتع القائد بالثقة والثقة حالة نفسية معنوية لها أبعادها الإنفعالية كما لها أبعادها الفعلية من أبعادها الإنفعالية أن القائد لا يتهور كما أن القائد لا يجرف إلى اتخاذ قرارات حمقاء كما أن القائد لا يخاف ولا يهاب أحدا وإنما يتحرى الحق وتطبيق الحق كل الحق وبالتالي يتمتع بثقة دافقة يحسها جميع العاملين معه وينعكس هذا السلوك على الآخرين ومما يبعث السغاء في النفس الرؤية العقلانية التي تأخذ في احتبارها الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبيئة التي تحيط بالإداري وكل ذلك يساهم في صناعة القرارات التربوية الواعية والسليمة والبناءة فالإداري في مجال التربية قائد تربوي يعمل على بناء النظام التربوي بما يشكل أثرا خطيرا إما بالإيجاب أو السلب حاضرا أو مستقبلا ثلاثة توفر القواعد المعرفية والمهارية الفنية القواعد المعرفية معروفة لديك عزيز الدارس هي المعارف والمفاهيم والنظريات المتعلقة بالإدارة ينبغي أن يكون القائد مسقفا ثقافة عالية وملما إلماما دقيقا بهذه المعارف والمفاهيم وفي نفس الوقت قادرا على تطبيق هذه المعارف والنظريات والأطر الثقافية والمعرفية قادرا على تطبيقها على الواقع وبالتالي يكون ماهرا في التطبيق وهذه المهارة المقصودة ومن هنا يجب أن نقول بأن القائد ينبغي أن يتمتع بالكفاية الشخصية والتي تعني جماع الغدرات المعرفية والمهارية فالكفاية هي قدرة الإنسان على الإحاطة علما وتطبيقا بمجال معين أربعة تمتع القائد بقدرة على الخيال والتحليل والإبداع ونعني بالخيال والإبداع هو التحليل العلمي المتأني للواقع وطرح الحلول الجريئة التي تتقلب على أكثر المشاكل تعقيدا ومعظم إبداعات العالم كانت حلولا رائعة لمشاكل مستعصية وبالتالي فإن الخيال الموضوعي ويجب أن تلاحظ عزيز الدارس كثيرا وتدقق في كلمة الموضوعية الموضوعية هي عدم الجنوح إلى الخيال اللاموضوعي واللاعقلاني الخيال الذي يتجاوز الإمكانات المادية والإمكانات المتوفرة إلى العدم والعلمي المقصود به أيضا الخيال الواقعي البعيد كل البعد عن الواقع والإمكانات مما يعد ضربا من الأساطير والأوهام غير القابلة للتطبيق أو التي يستحيل تطبيقها فكلما كان الخيال علميا وموضوعيا وراع الإمكانات المحيطة بالإدارة كان الإبداع محققا وأصبح نتيجة طبيعية لهذا التحليل ولهذه الموضوعية خمسة تمتع القائد بخصال ومزيات شخصية أو مزايا شخصية ومن هذه المزايا التواضع والقدرة على طرح الزات كثير من الناس يريد أن يطرح ذاته ولكن يصاب بالغرور أو يصاب بعدم الموضوعية أو بعدم اللباغة والقدرة على طرح الزات طرح الزات من الأهمية بمكان لكن دون تكبر ودون عجرفة ودون قطرسة وتعالي على الآخرين ونعني بهذا أيضا البعد عن العنجهية والتعالي فلا أحد ينسجم مع الشخص المتكبر والمتعالي فتواضع القائد خصلة محببة تجعله مغربا لكل الناس وبالتالي يتيسر التواصل مع هؤلاء الناس ومع العاملين وبلوغ أهداف العمل بسهولة تامة الودية والمشاعر الصادقة لا بد أن يكون الرجل المتواضع رجلا ودودا لا بد أن يتميز بمشاعر إنسانية صادقة مع الجميع فالإنسان دائما يميل إلى الود والصداقة والحب وهذه الخصال تساهم كثيرا في نجاح العمل وتدفع العاملين للتعاون مع هذا القائد وتدفعهم إلى التحبب إليه أيضا وبالتالي هذا الرجل لا بد أن يتميز باللباقة والقدر على تقبل وجهات نظر الآخرين وإن اختلفت معه بطريقة مهزبة ولطيفة تبعث على الحب الدائم الاستعداد لخدمة الآخرين الإدارة في حقيقتها كما ذكرنا في الحلقات الأولى هي تقديم خدمات للآخرين وبالتالي عندما تقدم يد العون الصادق للآخرين في غضاء حوائجهم يمثل ذلك جانبا إيجابيا ملحا ومهما للإدارة الناجح فالإدارة كما قلت في جوهرها خدمة الناس ومديد العون لهم والأخص بأيديهم في بلوغ أهدافهم حتى يساعدوا في بلوغ أهدافك الإدارية الجرأة في مساندة الحق مما لا شك فيه أن القائد يواجه كثيرا من المشاكل والصراعات بين أفراد جماعته وهكذا حال كل جماعة فالقائد الناجح هو الذي يفصل بالحق ولا يخشى فيه لوم تلائم وهو في خاتمة المطاف الرابح حيث ينظر إليه الجميع بتغدير واحترام السماحة والطلاقة الشخص العبوس المتجهم ليست من شيء الناس الناجحين في حياتهم بصفة عامة وبصفة خاصة القائد الناجح لأنها صفات منفرة وكلما نفر الناس من حولك كلما بعد التعاون بينك وبينه بل إن السماحة هي تعتبر من أسرع الصفات إلى قلوب الناس وكسب الثقة والاحترام لديهم ستة الجانب الإنساني والأخلاقي في شخصية القائد يمكن أن نقول كل الصفات السابقة تمثل جانبا إنسانيا جما إذا ما اتصف به القائد وجانبا أخلاقيا عظيما ومهزبا ومرضيا للناس أجمعين وفي ختام الأمر يسبب له أيضا الرضا عن نفسه وعن عمله وعن تعامله مع الآخرين فالقائد يجب أن يتمتع بالأمانة والصدق والكرامة وحفظ اليد من أم تنتد إلى أموال المؤسسة وأموال الآخرين وبالتالي يكون رجلا صادغا وأمينا يجب أن يتمتع القائد بالقدرة أو التمييزية في إصدار الأحكام ونعني بها أن الغائد قد تطرح أمامه عدة بدائل فيكون هدفه ليس السعي وراء قرار وأحكام مثالية بل القرار المناسب ضمن إطار الممكن أي ما يمكن تطبيقه وبالتالي يتخذ قرارا حينا موضوعيا يتفق مع الجميع ويكون قادرا على تنفيزه وتطبيقه في إطوء الأبعاد المادية والمعنوية والغدرات المختلفة أن يتمتع القائد بعقيدة إيمانية وهذه العقيدة الإيمانية يستشعر منها رغابة الله عليه وتولد التقوى ومراغبة محاسبة الذات والقناعات الفاضلة بقيمة الإنسان وقائية الحياة وهدفيتها والقيم السامية التي يدعو لها الدين ويمكن القول بأن هناك إدارة بالإيمان تماما كما أن هناك إدارة بالأحداف فليجعل القائد هدفه الرئيسي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورضاه وتقواه في نفسه وفي الآخرين فكل راع مسؤول عن رعيته نشاط عزيزي الدارس اختار ثلاثة من السمات المسكورة آنفا والمطلوب توافرها في القائد وحاول أن تشرحها بالتفصيل وتخترح كيفية تطبيقها على الواقع بأمثلة حية عرفتها مع مقارنتها بأمثلة مضادة وبيان آثار كل منها على العاملين بالمؤسسة أعرض هذا الإنجاز على المشرف والزملاء للتقويم والإثراء والفائدة العامة عزيزي الدارس نتوقف هنا ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع القيادة والإدارة التربوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة